اشتركوا في القناة وعطي قادة دول مجلس التعاون وشارم عليه إلى حرص السلطة التشريعية في مملكة البحرين واستنارته بالرؤى السامية لجلالة الملك المعظم على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتسخيرها من أجل دعم العامل البرلمانية الخليجي وتحقيق التكامل للمبادرات والمساعر الرامية لتعزيز التقارب وأثراء الحوار المتبادل من أجل مواجهة التحديات وتقوية جسور التعاون ورفع مستوى التنسيق بين البرلمانات الخليجية وفي ختام أعمال الاجتماع الدورية الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطن والأمة بدول مجلس التعاون المنعقد في أبوظبي نوهم عليم النتائج الإيجابية والثرية التي خلص لها الاجتماع مشيدا بالاستجابة والترحيب والدعم الذي أظهره رؤساء البرلمانات الخليجية للمبادرة التي وجهها جلالة الملك المعظم بشعن الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وتأكيدهم على دور البحرين والتزامها العميق بالسلام والعدالة لإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية وأكد معاليا السلطة التشريعية في البحرين تولي حرصا واهتماما في بحث ودراسة وتنفيذ المواضيع الخليجية المشتركة خاصة فيما يتصل بتعزيز الهوية الخليجية أو العمل على خلق المبادرات المرتبطة بالموضوع الخليجي المشترك